ترجمة نانسي قنقر مملكة البحرين على موعد مرتقب ونجاح جديد أبرى بطولة جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورميلا ون وافتتاح موسم السباقات العالمية وكعادتها في كل موسم استكملت قوات الأمن العام وبتوجيهات من معالي وزير الداخلية كفة خططها وإجراءاتها الأمنية واتخذت ما يلزم لإنجاح هذا الحدث وتأمينه بالإضافة لاتخاذ كفة التدابير الاحترازية التي يصيبها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة المنظمين والجمهور وستكون قوات الأمن موزعتنا في محيط الحلبة من خلال دوريات منتظمة فضلا عن انتشارها بجميع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الحلبة حيث أن الخدمات الأمنية ليست مقصورة على نطاق حلبة البحرين الدولية ومحيطها وإنما ممتدة إلى كل أنحاء البحرين فضلا عن أعمال التأمين اللازمة للمنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن تحقيق الأمن الشامل من جهتها حارصت الإدارة العامة للمرغور على نجاح استضافة مملكة البحرين لسباقات جائزة البحرين الكبرى للفورميلة ون من خلال إعداد خطة مرورية تضمن سيابية الحركة المرورية وتسهيل عملية الدخول والخروج من حلبة البحرين الدولية دون التأثير على الشوارع المحيطة وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن الهدف الرئيسي هو تأمين سلامة المرورية على الطريق بما في ذلك الطرق المؤدية من وإلى الحلبة مؤكدة استعدادها لهذا الحدث العالمي من خلال غرف المراقبة وتزويد الدوريات بكل احتياجاتها من الأجهزة والمعدات وتخصيص مكتب لمباشرة الحوادث بمنطقة الفعالية ودعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع بهذا الحدث العالمي والأجواء الاحتفالية المصاحبة له مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا